نحو خمسين يوماً من الحصار الروسي أنهكت الجنود الأوكرانيين في ماريوبول في معركة باتت على مشارف الانتهاء شكلت ماريوبول هدفاً استراتيجياً لموسكو منذ 2014 حيث لم تتمكن حينذاك من السيطرة على ثاني أكبر مدينة في إقليم دونيتسك وقد عادت هذه المرة أكثر إصراراً للضفر بها فهي مفتاح سيطرتها على شرقي أوكرانيا عسكرياً وجغرافياً واقتصادياً ماريوبول يسكنها نحو أربعمائة ألف نسمة وتفصيلها مسافة قصيرة عن الحدود البرية والبحرية لروسيا والأهم أنها تقع في منتصف المسافة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دنباس وشبه جزيرة القرم وهو ما يعزز موقعها الجغرافي بالنسبة للقوات الروسية وستمكن السيطرة عليها من إقامة مشروع روسيا الاستراتيجي والمتمثل في الربط بين دنباس والقرم وسيمثل ذلك تطوراً عسكرياً مهماً كما سيسمح بتدفق القوات الروسية إلى منطقة دنباس التي تستعد لمعارك كبيرة وتدرك روسيا جيداً أن سقوط ماريوبول بوصفها ميناء مهماً يمنحها هيمنة كاملة على الساحل الأوكراني المطل على بحر أزوف وممارسة ضغط اقتصادي أكبر على سلطات أوكرانيا وبسبب هذه المزايا وجدت ماريوبول نفسها بين حجري رحى الصراع